يجب أن أقول إن الجزائر يجب أن تستيقظ من هذا النوم العميق من حقبة الحرب الباردة لأن الصحراء المغربية مستقلة في إطار تكاملها مع البلد الأم المملكة المغربية منذ أكثر من نصف قرن الجزائر ربما نست تدعي أنها نست أو تناست وهنا كان هناك قرار اعتمد بوجود الجزائر وهو القرار 345 باء منذ نصف قرن أيضا وهو يحيط علما بنهاية الاستعمار الأسباني وعودة الصحراء إلى الدولة الأم وهو اتفاق مدريد بأسلوب عدائي النظام العسكري الجزائري يمنع دخول منتخب المغرب للتنس إلى الجزائر هاتش من بعد القرار دي الفرض الفيزاء على المغاربة وغادي نشوفوه الأحكام القضائية الصارمة لدى المتابعين في قضية أحداث 15 شتنبر ومن ساوش الجزائرية بتصريحات العدائية ديالها خاصة للسيدات المغربيات العفيفات الشريفات كذلك تم منع منتخب التينيس للسيدات كان نضروا على فتيات فتيات تم منعهم سنضروا على التفاصيل وللأسف تصفيات كأس إفريقيا القرعة وضعتنا معهم مرة أخرى يعني مع مصر، تونس، ليبيا والجزائر وضعتنا قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا الأقل من 20 سنة كانت مننا يعني من بعد هذا المنع وماشي الأول مرة هاتشي حصل مع منتخبات يعني في جميع الفئات ومع الفرق كذلك مع الوداد مع نهضات بركان القميص المغربي بالخريطة المغربية يعني كل هذه التجاوزات والمغرب لا يحرك ساكنا حتى الاتحاد الإفريقي لكورة القدم لا يحرك ساكنا ومن بعد كتسمع من عندهم هما لقجع 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 ولكن في هاتشي هذا كامل عجبني ميسيو سينيور عمر هلال اللي قصف عطاف غاد نخليكم مع مقتطع من القصف دياله قالوا غير قلبوا عينكم على الصحراء التي بلاتي هنا العام قالوا أصبحت تتوفر على أطول جسر وأكبر ميناء في إفريقيا غير غيروا النظرة والرؤية ديالكم يعني على هذا الواقع لأنه واقع الصحراء المغربية وتحت السيادة المغربية نسمعوا مقتطف يعني من القصف الصاروخي لعمر هلال اللي هو ممثل المملكة المغربية الشريفة في الأمم المتحدة لميسيو عطاف وزير خارجية الجزائري اللي بواحد الأسلوب يعني كيف أستكلم على ممثل المهم نسمعوا مقتطف ونشوفوا التفاصيل ديال الجزائرية اللي كينكروا على أنهم جزائرية يبدلون ما بوجوههم يعني باش يقلبوا يعني الواقع ديال السيادة اللي هي جزائرية ورابينا غير من خلال يعني أكسينتو دياله من غلال اللهجة دياله خلال يعني الطريقة ديال الصريحات دياله من خلال بحثها على الميكروفونات المتواجدة في عين المكان يعني تشدوا كلك يبغيوا يغيروا الحقائق ويدفعون أموالا ضاهدة لعملائهم خوانة مغاربة حاشا أن يكونوا مغاربة للضرب وتغيير الحقائق نشوفوا مقتطف يعني من صريح ديال عمر هلال ونمشون نشوفوا تفاصيل ديال منع لعبات التنس المغربية كنظر على الفتيات نشوفوا الأحكام ونشوفوا القرعة وضعتنا معهم للأسف ما عرفت أنا واش الجامعة الملكية المغربية عليها نتفرض شروطا على الاتحاد الأفريقي لكورة القادم خصي حل ما مقاوش احنا اليد ديالنا مفتوحين كل شي ديالنا مفتوح الدخول ديالهم إلى المغرب مفتوح كل شي عدنا مفتوح وهما يفعلون بنا ما يريدون ونحن نتفرج قال لك سيدي لا احنا كانت عملو ما كانت عملوش بهذا الأسلوب إلى متى غادي نبقى وانتهانو فيما ندخلو ثم كانت شوفوا الطريقة ديال التعامل وليست للمرة الأولى ونحن لا نحرك ساكنا واش نتفقين توم على السياسة يعني الخارجية ديالنا خصوصا اتجاهها يعني هاد القرارات ديالجزائر اتجاهها المغرب والمغاربة واش توم متفقين ولا لا الخوت كانت مننا تخلونا الأراء ديالكم في التعاريك كذلك الخوت كانت عرضوا السينيال حاد سينيال بزاف عينة يعني ما نطلقوكم فضلا وليس أمرا الموضات ديال السينيال وهو لايكات إذا بغيتوا تبرتاجوا كذلك ولكن لايكات ديالكم مهمة الخوت ونمشيوا التفاصيل نمشيوا فين غادي نوصلوا مع هاد الناس هذا أمر جلي هذا واقع وهذا اتفاق تم تماشيا مع القانون الدولي وهو اتفاق أود أن أذكركم بأمر تاريخي هذا اتفاق بشكل ما كان يتماشى مع خطابا للرئيس السابق بومدين في قمة عربية في رابات عندما قال لأقرانهم من الملوك ورؤساء الدول والأمراء أنه سيدعم أي صيغة تسمح برفع الاستعمار عن الصحراء المغربية وبعد ذلك بعاما الصحراء المغربية انعطقت من الاستعمار كما الشخوط المغربية والجالية المغربية في كل مكان سلام عليكم وتحية طيبة للجميع هذا كان مقتطف صغير من القصف الصاروخي ديال الأستاذ عمر هلال لوزير الخارجية الجزائري أحمد حتى اللي صراحة دوى المشكل ديالهم ودوى السبب ديال السم والحق ديالهم هو الصحراء المغربية ما بيهم لا تطبيع ما بيهم لا فيزة ما بيهم يعني هذا نقوله نحن هذه السيفزازات يعني كلها يعني ما جاء يعني من من الحقد والغل والكراهية ديالهم يعني تجاه المغرب والسبب هو الصحراء المغربية واشتفى من الخط المهم ده با نمشي يعني للطريقة الحقيرة باش منعوا لعبات التينيس المغربيات ميناء الدخول إلى الجزائر والسبب ليس يعني لأنهم مشاوا السياحة بل مشاوا لمشاركة يعني في مشاركة دولية هنا منع نظام العسكري الجزائري فريق تينيس المغربي المكون من ياسمين الديب وغيتاء صبار وغالي كومات والمهدي الشرقوي وأمين جبراني برفقات مدربهم حميد عبد الرزاق في مطال جزائر العاصمة قادمة من ضال البيضاء عبر باريس للمشاركة في بطولة دولية بالجزائر ومنع الفريق المغربي من دخول الجزائر بطريقة تنم عن الحقد والكراهية لعرقلة مشاركة الوفد الرياضي المغربي في البطولة وقامت السلطات الجزائرية بتفتيش دقيق لأمتعة لاعبين خاصة بحث على الأعلام المغربية في علامة على العداء السياسي الذي يتواجد الحمق والمرض النفسي ليؤثر حتى على المجال الرياضي وهذا راهم ماشي غريب وماشي وللأسف المغرب وللجامعة الملكية المغربية لا تحرك ساكنا وحتى الانسحاب الافريقي لا يحرك ساكنا كنشوف انسحاب مؤخرا من بطولة أمم الافريقية للمحليين كنشوف مجموعة من تجاوزات يعني الطريقة الانسحاب هي لهم ضد فريق نهضة بركان بسبب الخريطة للمملكة المغربية ولكن سؤال مطروح أين الاتحاد الافريقي من كل هذه التجاوزات نهو في الصباح الباكر نونو ورغم محاولة تدخل متعددة من قبل جميع الجزائرية للتينيس والخطوات التي اتخذت القنصرية الجزائرية في الرباط إلى أن قرار رفض الوفد الرياضي المغربي للتينيس كان قرار صعاليك حيث قضى الوفد الرياضي المغربي ليلة مروعة في ظروف المزرية وأجبروا على البقاء في حضيرة مطار هواري بومدين دون أي مساعدة ولا طعام وفي الصباح الباكر اضطر أفراد الفريق المغربي للعودة ومغادرة جغرافية نظام العسكر دون أن يتمكنوا من خوض المبارئة التي تم تجليلهم لها ولم يتمكن أعضاء الفريق من تناول الطعام إلا على متن الطائرة بعد هذا التصرف العداء النظام العسكري الجزائري لكل ما هو مغري يعني كل مرة كان نهضر على استفزاج جديد منع جديد ولا أحد يحرك ساكنا المهم ما نشوف الأحكام الأحكام على المتهمين في أحداث 15 شتنبر مخطط 15 شتنبر من ضمن المحاكمين هناك جزائرية المعروفة الذي يحاول النظام الجزائري أن يغير الواقع ويقول على أنها مغربية نحكم قضائيا صارمة ضد المتابعين في قضية 15 شتنبر وهذا مصير الجزائرية المتيرة للجدل سمعون جزائرية أصدرت محكمة ابتدائية بتطوان في وقت متأخر من ليلة يوم أمس الاثنين 31 شتنبر أحكاما قضائيا 30 وقيل مش 31 قضائيا في حق مجموعة من المتوردين في التحريط على اقتحام سياس الحدودي بين مدينة فنيدق وسبتا المحتلة حيث شملت الأحكام اختلافا في العقوبات سجنية والغرامات المالية وحكم على مجموعة من المحردين عبر وسائل التواصل الشماعي بعقوبات سجنية تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر مع غرامات شهرين ثلاثة أشهر رقلي لبزر مالية مختلفة وإذا 27 شخص بسجن لمدة سبعة أشهر كنا شهرين كتلتشهر وكنا مجموعة بسبعة أشهر وكنا مجموعة أخرى يعني بتسعة أشهر أوكي مع غرامة مماثلة بإضافة إلى ذلك حكم على شخصين بسجن لمدة شهرين وعلى شخصين آخرين بسجن لمدة ثلاثة أشهر فيما صدر حكم بسجن لمدة ستة أشهر على شخصين واحد بينما تمت تبرئة شخص آخر وفي سياق المرتبط تم تأجيل النظر في قضية المواطنة الجزائرية التي أطار تصريحاتها الإعلامية جذلاً كبيراً على وسائل التواصل الشمعي خلال أحداث الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة الفنيدق يوم 18 شتنبر حيث وجهت لها النيابة العامة متيتوان تهمة التحريض على الهجرة غير الشرعية والإدلاء بتصريحات كاذبة لوسائل الإعلام وذلك السناداً إلى القانون المغربي ثلاثة جوجل متعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والذين نصوا على معاقبة المتورطين في تنظيم أو مساعدة الهجرة بعقوبات حرسية ومالية وفقاً للقوانين 51 50 52 وتأتي هذه الأحكام في إطار الوهم ما زال ما تمت المحاكمة المواطنة الجزائرية لأنه كان تهم كثير وكثير في حق هذه المواطنة الجزائرية وذلك بما أن نتكلم على الموضوع منع لاعبات التنس والأحكام نمشي للموضوع القرعة لوضعات المنتخب وطني المغربي الأقل من 20 سنة في مواجهات نارية والنار هو المواجهة المنتخب الجزائري مجر القوة أو الخوف المنتخب الجزائري الأقل من 20 سنة المنتخبات المغربية بجميع فئاتها فهي منتخبات يحسب لها ألف حساب والمنتخبات الأفريقية هي التي تتخوف من مواجهات المنتخب المغربي هناك نهطر على المنع لها المعاملة التي تتعامل بها الرياضي المغربي المغاربة أو المنتخبات المغرب هنا أجريات يوم ثلاثة لهو نهر اليوم قرعة تصفية بطولة شمال إفريقيا المؤهلة نهائية كأس إفريقيا المنتخبة بأقل من 20 سنة والتي تتقام في مصر خلال الفترة ما بين 12 إلى 27 نوامبر الجاري وكشفت بالي بالي الحمد لله يعني هذه الإقصائيات ستقام في دولة مصر تنكيس حاول الذهب والإياب وغاد يمشون لعبه تونس وغاد يمشون لعبه الجزائر ومصر ولي إذن هذه المنتخبات سيسمعون في دولة مصر الحمد لله الحمد لله أحمدتك وشكرتك يا سيد الله الله راح الله وكشفت القرآن مواجهات قوية تنتظر المنتخبات المغربية حيث بمنتخب مشواره بمواجهات المنتخب المصري في 14 نوامبر قبل أن يواجه تونس في 17 ثم الجزائر في 20 نوامبر وختاما ليبيا 23 نوامبر سالينا سالينا سنتقبل مصر كامل أصبح نخاب على أن نسافر إلى الجزائر السوء المعاملة التي تلقوها يعني الرياضيين ما بالكم يعني الرياضيين المغاربة بجميع الفئات العمرية يعني كيف يتم كيف تتم معاملتهم وعاد المواطن المغربي غادي سافر الجزائر خطي المغربة تألون فرسكم ليلى سائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا لا راح الله ورحمة الله وبركاته وبركاته خطينا خطينا كان خاف وصبر للجزائر والله إلا فرح تقول لوليدة ما هذه لعبوه بالجزائر ومشي لعبوه في مصر بلد فراعنة